خمس اسئلة هم خلي نشوفهم مع بعض طبعا الناس بتعرض دينا حق غلط احنا عايزين خمس اسئلة لم تجب عليها المملكة العربية السعودية مالوش علاقة بالقاتل اين الدليل على خروج جمال خاشقدي من الباب الخلفي للقنصلية ما بيقولوا انه خرج فين الدليل بعدما طلبت الشرطة التركية تسجيلات الكاميرات للقنصلية القنصلية قالت كاميرات القنصلية الامنية تقوم بالتصوير المباشر انا عندنا هنا كاميرات بتقوم بالتصوير والتسجيل هنا مثلا استاذ دور الدين كلمنا من المغرب قال انا ببيع عندي محل ببيع فيه سجاجيد والكاميرات بتصور وتسجل المملكة العربية السعودية بقى عاملة قنصلية في اسطنبول حتى فيها كاميرات زينة ما بتسجلش طب مالحط لنهم ليه جماعة مش عارف سؤال التاني لماذا ارسلت السعودية طبيب تشريح الى القنصلية ايه علاقة طبيب التشريح بالقنصلية والراجل جاي علشان بلده هو حر وجاي يروح قنصلية بلده وجاي صيف جميل جدا بس هو ليه جان نهاردة الصبح ومشي النهاردة بالليل مع انه كان حاجز اربع تيام وكان موجود ساعة قتل جمال خاشقجي داخل القنصلية اسئلة محتاجة على الاجابة يعتقد البعض بانه اتى خصيصا للتعامل مع خاشقجي كجثة في قسم التشريح وبأوامر عليا يقطع حتى يتثنى خروجه ولا تلتقطه الكاميرات دي الاعتقادات تساؤل لسه قائم يا جماعة هو طبيب تشريح عسكري جاي ليه القنصلية وقاعد حوالي ست سبع ساعات في تركيا وسافر محتاجين نعرف ده اللي بعد كده يا جماعة الاسئلة اللي بعد كده عندنا لسه تلت اسئلة لماذا استعانت القنصلية بالسناديق المشبوهة يعني القنصلية الحد النهاردة ما ردتش هو ليه كان فيه صندوق في عربية فان كبيرة وليه العربية الفان دي طلعت من القنصلية راحت بيت القنصل في التوقيت بتاع قتل او مقتل جمال خاشقجي هو بالعادة يعني بيوصلوا وجبات بتاعة القنصل في سناديق ولا وغدين هدومه عايزين نفهم اين ذهبت السيارة السوداء التي كانت امام القنصلية نقل عن مصادر في الشرطة التركية بان السلطات ستنشر فيديو في كاميرات المرابعة يوضح الحقيقة بشكل كامل فيه سيارة فان تابعة كبيرة يعني تابعة للقنصلية عليها نمر قنصلية ولم تظهر حتى الان راحت فين محتاجين نعرف لما بتقول لي عربيتك راحت فين بقولك عربيتك اما تحتها وفين مش عارف ايه انا عارف طب العربية دي تابعة للقنصلية القنصلية ما بتردش ما بتقولش هي راحت فين لحد الان لماذا حصل موظف القنصلية الاطراك على اجازة عمل يوم الثلاث اللي هو لمولد النبي ولا عيد الفطر ولا العيد الكبير ولا عيد استقلال التركية ولا اي حاجة ليه بقى جيتوا يوم الثلاث قلتوا لناس عدوا في بيتك بلاش دي ليه قلتوا للناس يوم الثلاث كل الموظفين الموجودين في القنصلية عايزين نعمل معاكم اجتماع من الساعة واحدة خلص ساعتين ونص محتاجين اجابات على الاسئلة دي وحتى الان لم تجب عنها المملكة العربية السعودية